دي يا شباب جميع اختبارات كتاب الامتحاد بس نصيحة من أخ كبير لأخ صغير إن حضرتك توقف الفيديو كل شوية وتحل الأسئلة وبعد كده تبدأ تشغل الفيديو تاني وتكمل حل باقي الأسئلة أنا هنا يا شباب أعرض لكم المنهى كله يعني أعرض جميع اختبارات نماذج كتاب الامتحاد دي حاجة الحاجة التانية الحمد لله يا شباب أنا خلصت شرح الفلسفة كلها وخلصت شرح يعني ده لأحصتين في شرح المنطق ياريت يا شباب تخش وتتفرج على الفيديوهات دي وحل كل فيديو أصد تتفرج على كل فيديو وبعد كده حل عليه أسئلة من كتاب الامتحادات دي وبالنسبة يا شباب للناس الجديدة ياريت تعمل اشتراك وتعمل لايك وتعمل مشاركة للايه للفيديو حاجة تاني لو حضرتك حابب تتفرج على كل فيديوهات تامر التوني خش على حاجة اسمها قوائم التشغيل قوائم التشغيل على قناتي كون فيلسوفا مع التوني أول محاضرتك هتخش على قوائم التشغيل دي يا شباب هتلاقي كل الفيديوهات التي تخص الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم إيه الاجتماع دي حاجة يا شباب الحاجة التانية زي ما قلت أول أول الفيديو ياريت توقف الفيديو كل شوية تشوف السؤال وتحله وبعد كده تشغل الفيديو وتنتقل إلى سؤال آخر ويا رب يا رب ربنا يوفقكم كلكم وياريت يا شباب تعملوا مشاركة للفيديو تعملوا مشاركة للفيديو بص يا رجالة حاجة بقى أخيرة أنا هنا حاطة كل نمازي زجاء كتاب الامتحان دي دوت وفي الآخر حاطة الإجابات يعني ما تلقش يعني في آخر الفيديو هتلاقي كل الإجابات بإذن الله موجودة ويا ريت يا شباب نحل الأسئلة ديت ولو فيها أي أسئلة ويفت قصة حضراتكم تبدأ تبعات لي في تعليقات وأنا بإذن الله هحل جميع الأسئلة وهعمل بيها فيديوهات للناس كلها بصوا شباب أنا الرابط خلص خلاص الفاسافة والمنطي كلها علم النفس وعلم الاجتماع في ناس يا مستر بيسألون كتير يا مستر هتكمل معنا علم نفس واجتماع ولا مش تشرح علم نفس واجتماع لا يا حبيب قلبي أنا هشرح علم نفس وعلم الاجتماع وهشتغل معكم المنهة كله بإذن الله في سؤال تاني جال يا شباب يا مستر هتشرح لنا 3 سنوى بإذن الله يا شباب هشرح لكم طبعا 3 سنوى في سؤال أخير يا شباب فيه ناس بتقول يا مستر انت ليه ما بتنزلش حلقات كل يوم أو يوم ويوم حتى المشكلة يا شباب إن أنا راجل شغال في سناتر كتير جدا 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 الحمد لله هذا من فضل ربي وعمل القناة دي عشان أفيد الناس بالمعلومات اللي هي قليلة عندي فأنا بحاول بقدر الإنكان إن أنا أفيد حضرتك بس حيث إن أنا نزل فيديوهات كتير جدا أنا بحاول والله العظيم في ناس علاني مني إن أنا بنزل فيديو كل أسبوع أو كل تطربعة أيام والله العظيم يا شباب غزب عندي بس أنا بإذن الله هتلاوني الفترة اللي جاية أحاول بقدر الإنكان أنزل لكم المنهة كله وخلص المنهة كله عشان محدش يزعل آآ في ناس على اليوتيوب شباب مدرسين فلسفة جامدين جدا برضو خشوا تابعهم لو أنا أتأخرت عليكم في فيديوهاتي آآ بس المشكلة شباب إن أنا آآ شغال في سناتر أما الناس اللي على اليوتيوب فهم ده تقريبا آآ مصدر رزق بالنسبة لهم ده تقريبا مصدر رزق بالنسبة لهم فعلى طول بنزلوا فيديوهات والكلام ده آآ بس اللي بيميزني على أي حد الحمد لله ولله الحمد إن أنا طريقتي مختلفة في بعض التعليقات أو في تعليق جالي بقول إن انت مدرس مجنون ومش عارفة يا عم أنا مجنون ما تتفرجش على فيديوهاتي أنا مجنون بس تأذينك آآ ما تتفرجش على فيديوهاتي ما فيش أي مشكلة طالما أنت شايف إن أنا مجنون آآ وأنا الفيديو ده مش عاوز أشتم فيه لأن طبعا في الناس بتقول لي يا مسا أنت على طول بتشتم يا حبيب قلبي أنا رجل قليل الأدب آآ دي قصتي أنا مش قصتك أنت آآ آآ أهم حاجة المعلومة بتوصل لك وأنا يا شباب مش باشتم آآ حد أنا يعني في طلبة عندي مثلا ببقامت ديها آآ ومعايدهم إن أنا هنزل فيديو فأنا باشتمهم هم أنت فاهميني إزاي يعني أنا باشتمه هو هو عارفة الاجتمادية متوجهة له هو مش متوجهة لحد يعني مش قصة يعني شباب فما تشغيروش بالكم بالقصة ديت إنت أما حاجة بتستفادوا ولا ما تستفادش دي بالدنيا عندي كلها فبقى حتة بقى تقول لي بتشتم وتشتمش يعني ما أكش فيه بقى أما حاجة إن أنت تستفاد فأنت متى توجعش دماغي يعني أنا بحاول بقدر إن كان أفيدك يعني أنا دلوقتي أنا ما بديش أصلا يا جماعة تانية سنوي في السناتر والكلام ده أنا شغل كله تلتات فأنا مش تريك كتب الامتحانة عشان خاطركم ومش عارفة آآ أنا بديت تانية سنوي ولا سنوي بديهم في المدرسة عادي بس ما بديهش دروس برا يعني أنا ما بديش دروس تانية سنوي كلام ده غير قليل جدا الناس لهم حبايب قلبي لأنا بشتغل معهم كده بالحب فسيبني بقى أتكلم براحتي أتكلم بتلقائيتي دي حاجة حاجة ترجع لنا مش بترجع لك أنت فياريت يعني أنا عارف أنت هتتبسل من الفيديوهيات وهتفهم بإذن الله مني بس بقى ما تحطش تعليسة خيف في حاجة بقى يا شباب عجبتني جدا في بعض الطلبة على تيوب أقسم بالله أنا بعشقكم وبعشق تراب رجليكم وربنا أنت أخوتي في الله والله والله أنت أخوتي في الله ليه بقى؟ ليه بقى قول الكلام ده لأن فيه ناس بتعلق يعني مثلا واحد بسا يعني مثلا جايلي متى عليه فبتلاقي واحد أو اتنين بس ما علي أنت عليه سخيف فبتلاقي وحوش وصود بيرده فأنا بشكوركم جدا لأن أنتم بتردوا عن مستر تامر التوني أنتم بتقدروا مستر تامر التوني وعارفين من هو مستر تامر التوني وجزامكم كلها سواء بقى صغير أو كبير فوق دماغي فالناس اللي بترد عن الشتيمة أو الناس اللي هي بتدفع عن تامر التوني يا جدعان أنا تحت أمركم في أي حاجة والناس يا جماعة اللي هي بتشتموا الكلام دوت أكسم بالله أكسم بالله مش عايز إيه اللي أدب عليكم لأن أنا مش من نوع اللي أنا بسكت وأقول بقى ربنا سمحكم الكلام ده لا دي مشكلة عندي يا حبيب قلبي أنا ما بسكتش أنا لساني فالت فانت يا ريت ما تعلقش بتعلقات سخيفة عشان هتلاقي اجتماس باله جات فيك وفي أهلك وفي الخلفوك فانت يا ريت بقى تحترب نفسك كده وتابع الفيديوهات كده بمنتهى الأدب ماشي انت شايف انت بتستفد يا برينس كمل معايا شايف ان انت مش بتستفد فيه مليون واحد على اليوتيوب يعني فيه ولد محترم مثلا كان كتبلي في تعليق مستر أنا مش فاهم منك حاجة روحت هنا داخل ردد عليه بمنتهى الأدب ومنتهى الاحترام حبيب قلبي في مستر اسمه سين على اليوتيوب بيشرح كويس ومش عارفه وانا شفت له حلقة بس لا مش ينفع قائم مدرس انا شايف ان هو ممكن يوصلك انت المعلومة فانا كتبت اسم المدرس اقسم بله او كتبت قناتي المدرس معاني دهات ما انفعش بس انا مش مش فارقة عندي طالما انت دخلت علقت بمنتهى الأدب ومنتهى الاحترام فانت حبيبي فانت صاحبي فانت كفاءة فانت انا تحت امرك بس انت هتخش بقى تشتم في الفيديو وتعلق تعليق وسخ اسف في اللفظة يا شباب ما انه ما بحبش اتاسف بس هتعلق تعليق مش كويس لا هعمل معك بجلاشة يعني وهتفتكر انها شغالة عندك انا اللي مكملني على القناة ان في بعض الناس اكسم بالله بعشاءهم فيه بنت اسمها ميرو فيه بنت اسمها باسمها وادكور فيه ولد اسمه يوسف الله عليك يا يوسف عمالي حلم فيه بنت اسمها دعاء فيه بنت اسمها دينة بسم الله ما شاء الله بتشتغل معك كويس على اليوتيوب مش عايز انسى اسمها فيه محمد عادل فيه فيه نور نور عمر فيه مين تاني فيه نهى فيه مين تاني فيه شروق فيه ناس كتير جدا الحمد لله بيتابعوني على اليوتيوب فانا دولت يا جدعان اكسم بالله انتو اخواتي في الله والله العظيم بحبكم في الله اي حد بقى تاني بيخرج عن عن المحتاج اي حد بقول ده مجنون انا يا عم انا بشرح المادة بطريقة مجنون انا كده انت انت معلش انت بقى في تعاود ان انت تاخد المعلومة وانت قعد عالكرسي كده زيك زي الحيوان مش مش الكلام ده مش عندي حبيبي انا بحبك تتفاعل معايا بحبك تشاركني بحبك تتناقشني انا بحب اتكلم اكنك قاعد قدامي بس الناس بقى المدرسين التانين اللي هم مخشبين ومتعصبين والكلام ده انا ما بعرفش بقى كده يا شباب والله العظيم تلاتة انا مش بعرف بقى كده تمام في ولد برضو بيتابعني بعث لي اسئلة قياس اسئلة قياس قال لي يا مصر محتاج تحليلي الاسئلة ديت باذن الله حبيب قلبي هاحليلك الاسئلة ديت في فيديو يعني ممكن كمان ربع ساعة مثلا احليلك الاسئلة دي كلها واعمل واعمل بها فيديو وهنزلها على على الصفحة عندي اه ويرب تستفاد فانا عايزكم كلكم زي الانسان ده يعني انتو شوفوا الاسئلة اللي انتو مش عارفين تحلوها اه وبعتها لي وانا بازن الله هحللكم جميع الاسئلة وياريت يا شباب اه تحلولي اه اكبر قدر من الاسئلة بتاع التمازل الكتاب الامتحان ديت عشان ارجحها معاكم عشان ارجحها معاكم وياريت كل شوية توقف الفيديو وتشوف السؤال وتحلو وتأكد منه لو في حاجة وفت قصادك ابعتلي وانا وانا معاك انا مش مش هجلي انا مش هسيبك انا واقف في ظهرك ايش تا معلم انا انا كل ليك زي ما بقول فياريت بس يكون الفيديو هيكون واضح بالنسبة لكم اه والتصوير من الدقة بتاعتو عالية اه حاجة ان يا شباب انا بازن الله باعمل استوديو عندي بازن الله باعمل استوديو عشان اجهز بقى للسنة الجاية السنة الجديدة عشان بازن الله انا وانزل منهج اسمه اه اه اسمه اه منهج تلتة سنة وبطريقة مختلفة لان منهج تلتة سنة دوت بيحتاج مني شغل كتير جدا سوان اروح اجيب حاجة واجه لكم موسيقى موسيقى هنجد لكم ها رجالة كده السنة كلها انتهت ما تنسوش بتعملوه لايك مشتراك وتعمل مشاركة للفيديو عشان خاطر يوصل لكل الناس طبعا في حاجة اسمه الاجابات بقى بتاعت النمازج اللي احنا شفناها هنشوفها دلوقتي دي الاجابات هتبقى في الاخر مش ديت طبعا اخر صفحة يلا 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 اهي يلا مش دي اهي الاجابات يا شباب بتاعت النمازج اللي احنا اتفرجنا عليها كلها دي الاجابات مترقمة عشان بعد ما تحل حضرتك تتأكد من اجاباتك وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعو لي اخوكم الكبير تامر التوني وتعمل لايك وتعمل اشتراك وتعمل مشاركة للفيديو السلام عليكم